أستاذة رانيا من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أسأل سؤالي؟ هم أنا عندي سؤالي نعيد أسألهم متفضل يا أستاذ أول سؤال أنا مخطوبة ماشي دي خامس مرة لي خطوبة وكل ما جاء أقلاص هنوخش يحصل حاجة كده يعني إيه حسن هي ما بتكملش وعلى طول في مشاكل أنا وخطيبت كل شوية في مشاكل أنا وخطيبت طيب أنت بتسألي بقى هل إيه سبب اللي بيحصل ده؟ آه وهو بقى يعني أول ملبتنا الدبل قعد من الشغل نفسيته مش راحل شغل كل ما يروح يدور على شغل يتقفل وهو مش عنده حد يعني لو يقف معي وكده هقول لحضرتك إيه اللي حاصل ده بصوا يا جماعة إحنا عندنا دلوقتي في حاجة مهمة جدا جدا إحنا عندنا بشكل عام كده إحنا ما بقيناش بنتحمل زي زمان بقى عندنا قدر كبير جدا 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 من الهشاشة والمسئوليات أصبح الكلام ده اللي أنا بقوله ده الرجال هيقوله على السيدات آه ما بقيتش إذا الزمان بتحتمل والستات تقوله على الرجالة آه ما كانوش ما بقوش زي زمان عمود للبيت طب إيه سببه ده؟ سببه حاجة بسيطة خالص إن العصر اللي إحنا عايشينه ده بيحتاج إلى تأهيل يحتاج إلى تدريب فاللي حاصل ببساطة الناس لما بتدخل الخطوبة فترة الخطوبة حضرت النبي قال من استطاع منكم الباقة فليتزوج فالناس لما بيجوا يدخلوا فترة الخطوبة بيحصل حاجة غريبة والكلام اللي بقول لكم ده دقيق قوي بيحسوا إن المسألة أكبر من التصور اللي عنده ده هو متصور حبي وحبك ويتجمع ويتجمع الحبين والمسألة هتمشي كده بالإيه؟ بالسهالة وما فيش مسألة مع إن هم طول الوقت الشابين بيشوفوا حياتهم ويقولوا لأهلهم الحياة ما بقيتش زالة زمان إحنا في الدراسة عندنا ضغوط إذن أنتوا محتاجين تتأهلوا فالسبب في الحقيقة إن الناس بيدخلوا على الجواز عنده فكرة إن أنا لو لقيت في الجواز الحاجة ما لقيتش الحاجة اللي بتسعدني وأعلى درجة من احتمالية السعادة والهنى يبقى ده ما ينفعش ويفضل هو يشوف مثلا بالعشرين مخطوبة طب إيه سببه؟ إن هو مش عارف ذاته إن هو مش متأهل ولذلك بقول لكم يا شباب أستحلفكم بالله ما تروحوش بيوت الناس لإني إلا وإنت حاسس إن أنت عارف بتتجوز ليه إن أنت عارف إيه هدفك من الجواز إن أنت عارف تدير نفسك إزاي في الجواز إن أنت عارف كمان إزاي هتعقد علاقة مع حد أنت ما تعرفوش حتى لو كنتوا بتحبوا بعض لو مش عارف ده إنت مش جاهز للجواز إنت لازم يا جماعة لازم نقر بإننا أصبحنا التدريب للمتزوجين أو للمقبين على الزواج يكاد يكون فرض عين على الناس عشان يمنع الإنسان نفسه فرض عين على المتزوجين ليه؟ عشان يمنع نفسه من ظلم الزوجات عشان يمنع نفسه من إنه يكسر خطرة عشان يمنع نفسه إنه ما يفهمش غلط ويسيق الظن ويتعامل بشكل في قسوة وهو مش دريان وهو متصور إنه هو عايز حقوقه على فكرة مش هيقدر يبقى الجواز عندنا مش حق وحقك وكأننا قاعدين في محكمة إلا إذا كان كل واحد فينا بيقدر يتدرب ولازم اللي بيدربه يعلمه إزاي يخرج أحسن ما في شريك حياته ده دي مهارة أساسية لأن ممكن كل واحد فينا وخاصة في أول سنة أولى جواز إيه اللي بيحصل في سنة أولى جواز اللي اتنين بيطلعوا أسوأ ما في بعض كل واحد يدوس على السلك العريان عند التاني إنت فاكر إن أنت كده راجل لما تعنفني ولا لما تهددني ولا أنت لما تقول تهددني بالطلاق إنت كده راجل هو يسمع أنا كده راجل وما أنا اتجوزت لي ده أنا اتجوزت عشان أبقى راجل أبقى بطل وهي يقول لها أنت فاكر أن نفسك ست إيه ده إيه الكلام الكبير ده بيحصل في أول الجواز كده طب وإيه اللي يحصل عشان نتجنب ده لازم نتأهل فالحاجة اللي أنت بتقول إيه بيجي خطاب كتار ويمشوا وأول ما نلبس الدبل اللي يحصل كده آه بيدخل في الجد يعني إيه بيدخل في الجد هو بيحس إن المسألة أكثر يعني مختلفة عما كان يتصور هو متصور أن أنت بدل بتحبيه هتقبالي كل حاجة وإنت فعلا قبلها بس أنت بتحبي تنظمي وده شيء مهم جدا 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 ترجمة نانسي قنقر